في فترة كده دخل أبو جبل وجنش في منوشات على سوشي ميديا وبعدين طلعت تقارير أكدت بأن علاقتهم على أرض الواقع مش تمام وأن هم يعني مش مفصوطين قوي في وجودهم مع بعض وفي فترة أخيرة عواد هو اللي بقى الأساسي جنش وأبو جبل بتطيروا يحسوا بالخطر لأنه زي ما قلت لكم برضو من فترة أنه مجلس إدارة نادي الزمالك قرر بأنه لازم واحد من الثلاثة دول هيمشي مين اللي هيمشي؟ لسه مش بينه لكن عواد أبو جبل جنش في واحد من الثلاثة دول هيمشي اللي هيجي مكانه هيبقى محمد صبحي حارس المعار للاتحاد السكندير لكن مين فيهم هيمشي؟ لسه مش بينه وما أعتقدش أنها هتبان دلوقتي خالص لكن قيل بأنه يعني الحارسين أخذوا تعليمات من إدارة الزمالك بأنه ممنوع تماما أي مناوشات على السوشي ميديا ولا في أي حاجة ولا في التدريبات ولا في الحياة اليومية خلوا العلاقة صفية وهدية عشان القصة وصلت للجماهير وجماهير كانت غضبانة في فترة من الحارسين الكبور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر